أخبارنا اليوم ستكون من الأعاصمة وموضوعنا سيكون خطة تحفيز الاقتصاد الجديدة أنا اسم إيهاب هي اسمها سكاي إذا كانت هاي أول مرة لقالكم بالقناة فأتمنى منكم إنكم تشاركوا بالقناة وتفعلوا الجرس هلأ خلونا نبدأ فيديو اليوم سلام نانسي بيلوسي و تشاك شومر أعلنوا أنهم سيجتمعوا مع ستيف مانوشن اليوم بعد الغداء نفس الكلام اللي حكم بارح لكن يتأكد من الطرف الديمقراطيين أنه عن جد سيكون في اجتماع وحيقعدوا فيس توفيس عشان يتكلموا بخصوص خطة تحفيز الاقتصاد الجديدة وهاي أول مرة تشك شومر طلع على قناة CNN في مقابلة وتكلموا حكا أنه رسالته هي أنه يلا نبدأ خلونا نشتغل بعدها حكا أنه جمهورين لهلا مش متفقين الرئيس في واد والجمهورين في المجلس الشيوخ في واد ثاني ما عندهم خطة كاملة متفقين عليها بين الأطراف بيحكي لكن احنا بنتأمل أنه جمهورين يوصلوا لمسودة مشروع يرضوها علينا ويشرحوها بالتفصيل في موضوع ثاني المدارس والجماعات عشان يفتحوا محتاجين دعم تقريبا 70 مليار دولار وهذا بس عشان يساعدهم يقدروا يشتروا الشغلات التي تلزمهم عشان يفتحوا بطريقة آمنة ممكن حتى يغيروا شوي من نظام الـ HVAC سيستم تاهم هذا السعر مكلف جدا لكن الكل عارف أنه هذا شيء مهم عشان البلد تقريبا تفتح وإذا ما يتوفر هذا الدعم فهيكون صعب على المدارس أنها تفتح وتخلي الطلاب يجوا in person المهم هلأ نتكلم في أهم موضوع في هذا الفيديو متش مكانة لعرض رؤوس أقلام بخصوص الخطة الاقتصادية الجديدة اليوم وحكى أنه الأغلبية في مجلس الشيوخ اللي هم الجمهوريين رح يعرضوا عرض تاريخي للخطة الاقتصادية الجديدة وبعدها نتكلم عن أهم النقاط اللي حتكون في الخطة بعضهم احنا بنعرفها لكن هنحكي كل شي حكى اليوم حكى أنه حيكون في ميزانية 105 مليار دولار لمساعدة الشركات ومؤسسات والجامعات والكليات والمدارس أنهم يرجعوا ويفتحوا حكى أنه الشركات محتاجين لدعم ثاني وجرعة ثانية من الأدرنالين وإحنا مركزين كل ليزر على الوظائف حكى حيكون فيه جولة ثانية من ال PPP Paycheck Protection Plan للشركات والمؤسسات مرة ثانية وكمان حيكون فيه تعويض لأيهم بسبب الشغلات اللي اشتروها أو سووها عشان يحموا موظفيهم والزباين من الكورونا فيروس زي البتكسي بلاس اللي ركبوه قدام الكشيز والشغلات هاي هاي كمان لازم يتعوضوا عليها حكى أنه الخطة الجديدة رح تشمل على شك تحفيز الاقتصاد لكن ما حكى قيمته وما حكى سقف الراتب ما فيه أي معلومات عن هذا الموضوع وغير هيك ميتش مكانال ما تكلم عن ال Payroll Tax نهائي الشي المهم عند الرئيس ما تكلم عنه ميتش مكانال في كلمته قدام للمجلس اليوم حكى أنه الخطة الجديدة رح تشمل على ميزانية للفحوص وللقاحات لكنه ما حكى بالضبط كم قيمة هاي الميزانية سيكون فيها حماية لمدة خمس سنين للشركات ومؤسسات ومستشفيات والمدارس والجامعات من أي حاد يرفع عليهم قضية بخصوص الكورونا فيروس لأنه بنعرف مش معقول بواحد يروح يأكل في مطعم يجي كورونا فيروس يروح يرفع قضية على صاحب المطعم والآخر صاحب المطعم حيعلين الفلاس وحيسكر فهو بده يضمن أنه كل الشركات ومؤسسات محمية من هاي الناحية وأنا بصراحة شايف لوجهة النظر فيها لا هلا ما في أي أرقام واضحة بالضبط عن شو سيكون فيها الخطة ما في أي تفاصيل لحد تصوير هذا الفيديو وأنا باتكلم معاكم هم عادين يتناقشوا في واشنطن إن شاء الله لو صار أي أبديت رح أعملكم الفيديو جديد لكن هذا كل شي لهلا فإن شاء الله بنشوفكم الفيديو الجاي أنا وسكاي تحياتي للجميع سلام اشتركوا في القناة